وعلى هذه الصفحة عزيز المشاهد نلتقي مع الزميل فوزي التميمي مراقب التنسيق بالتلفزيون ليجيبنا على تساؤلاتنا حول الدورة الجديدة والتي تبدأ بعد أيام أهلا وسلم فيك أخفوزي نبنعرف أولا شلون الدورة الجديدة شخبارها؟ والله الدورة الجديدة انتهت يعني أقرت من قبل لجنة البرامج في التلفزيون أسبوع الماضي كان هو حقا على اجتماع على مرحلتين اجتماع تم في الأسبوع قبل الماضي وأقرت الخطوط الرئيسية لها في الأسبوع اللي فات وبالتحديد يوم الأربع اللي فات أقرت الدورة من قبل اللجنة الدورة فيها أشياء جديدة الناس تنطرها فيها أشياء تعودة ويشوفونها في الدورة اللي فاتت رح تستمر لنجاحها وفيها أشياء محلية أكثر من الأشياء اللي كانت موجودة تحبين نستعرضها مع بعض أولا فيه كم سؤال تذكر احنا من خلال اللقاء لنا في المجلة فوزي تكلمنا عن المسلسل العربي اليومي فهل هذا رح يرجع في الدورة الجديدة؟ الحقيقة لا ما رح يرجع المسلسل العربي اليومي رح يضل أسبوعي في هذه الدورة وأعتقد أن المسلسل العربي نجاح من خلال فكرة أنه رح يكون أسبوعي ترك لنا أحنا كمسؤولين في التلفزيون مجال الاختيار الأفضل لما كان مسلسل يومي ما كان فيه مجال واحد يختار الأفضل والأحسن كان دائما ياخذ يبي محتاج مسلسل يومي كل أسبوع يخلص عنده مسلسل دائما في حاجة إلى مسلسل يومي كان يختار أي مسلسل يومي أو أي مسلسل عربي أو سواء كان مستوى جيد غير جيد وكنا إحنا كمسؤولين أو كتلفزيون نعاني نغد شديد صحافة جمهور تلفونات تجينا كثير والله المسلسل تعبانا لكن الآن لما حطينا المسلسل أسبوعي صارت عندنا فرصة الاختيار أكثر أن المسلسل الليموزين نقدر نرفضها لكن لما كان عندنا المسلسل اليومي ناخذ سواء زين أو مو زين بسر لسد النقص الآن إحنا مرتاحين في عندنا مسلسلات كثيرة دخلت منها الجيد ومنها الغر جيد رفض الجيد أخذناه وراح يعرض في الدورات الجاية طيب وبالنسبة للأفلام العربية اليديدة الأفلام العربية اليديدة سؤال سؤال مكرر وايد بس الناس يبقون الإجابة الناس دائما يعني إحنا عودناهم خلال هذه الدورة 13 فيلم عربي جديد ما فيهم أي فيلم كان معاد كل الأفلام العربية التي عرضت خلال هذه الدورة كانت جديدة المستوى أن يكون والله زين مو زين مثل يعني جيد مو جيد هذه مو مسلية التلفزيون الفيلم العربي لتسعة وتسعين بالمية من المشاهدين يشاهدونه دليل على ذلك أننا احنا في البرنامج الثاني نعرض مسلسل من رواعي الغصص يوم الأحد ونعرض في البرنامج الأول الفيلم العربي الناس أكثر تشوف المسلسل الفيلم العربي ولا تشوف المسلسل الأجنبي تضحي بالمسلسل الأجنبي وتشوف الفيلم العربي يعني دليل أنه والله يحبون يشوفون الفيلم العربي الفيلم العربي في هذه الدورة عندي إحصائية أنا جايبها وإياي بالأمكان يعني أقولها في عندي ثلاثة وعشرين أو واحد وعشرين فيلم عربي جديد منها الملون ومنها الأبيض وأسود الملون لم يعرض والأبيض الأسود لم يعرض أيو ونكمل في يعني أحب أتكلم عن الدورة الجديدة من ناحية الأرقام نحن في الدورة لدورة إبريل في عندي ثلاثة وعمية وخمسين دقيقة مدة إجمالية للإرسال الأسبوعي راح يكون منها ألف وتسعمية وتسعين دقيقة مواد محلية وسبعمية وخمسين دقيقة مواد أجنبية وأربعمية وسبعين دقيقة مواد عربية هذا في البرنامج الأول في البرنامج الثاني عندي ألف وستمية وثمانين دقيقة مجمل الإرسال مننا ثمانية وعشرين ساعة ميتين وعشرة دقيقة برامج محلية وألف وثلاثمية وخمسين برامج أجنبية ومية وعشرين برامج عربية النسب المئوية في البرنامج الأول البرامج المحلية ثلاثة وستين دقيقة ثلاثة وستين بالأمية برامج محلية واحد وعشرين بالأمية برامج أجنبية أربعة وعشر بالأمية برامج عربية لما نيه للبرنامج الثاني تكون النسبة معكوسة يعني فيه مثل موازنة فيه اثنعش بالأمية برامج محلية ثمانين بالأمية برامج أجنبية وثمانية بالأمية برامج عربية اللي يعني نفهمه من هذا البرنامج العربي أو البرنامج المحلي أكثر في البرنامج الأول البرنامج الأجنبي أكثر في البرنامج الثاني بالنسبة لسهرات البرنامج الأول راح يكون يوم السبت مثل ما هو المسلسل الأجنبي سنتينيال لأن هذا مستمر 26 حلقة الفيلم العربي راح يكون في موعده الثابت يوم الأحد الأثنين في فترة منوعات نصف ساعة وبعدين دلس مسلسل كذلك راح يستمر يعني في عدة مسلسلات أجنبية مستمرة في شبكة تلفزيون من برامج اللي لغة نجاح راح يستمر في مجلة التلفزيون المجلة اللي نتكلم من خلالها راح تستمر في المسلسل عربي جديد اسمه حسابي مع الأيام راح يكون بعد شبكة تلفزيون في سهرة الثلاثة مع الأسرة راح يستمر الفيلم الأجنبي في موعده يوم الأربعة في تعديل الطفيف يوم الخميس في فترة الظهيرة جت لنا عدة ملاحظات من جمهور أننا نحط ثلاث ساعات متواصلة في فترة الظهيرة رياضة يعني من الساعة كانت تبتدي من الساعة خمس إلى الساعة سبع وشوية فالناس ملوا الفترة هذه طويلة عملنا الآتي خلينا مباراة الدور الإنجليزي اللي تنزل في هذا اليوم تنزل بعد الرسوم المتحركة يتبعها برنامج ساعة وربع في موعده الثابت في الساعة خمس يبتدي المسلسل العربي اللي كان يبتدي بعد الرسوم المتحركة ففصلنا المنوعات الرياضية عن الدور الإنجليزي في المنوعات الرياضية تبتدي من الساعة ست للساعة ست وخمسة واربعين سهرة يوم الخميس أيضا فيها تعديل هذه مهمة ترى والي بنسبة لي سهرة يوم الخميس أعتقد التعديل اللي عملناه احنا راح يرضي الجمهور في البرنامج الثاني تكون سهرة يوم الخميس فيلم أجنبي في البرنامج الثاني الناس ما تشوفوا لأنه تبت تابع المسلسل العربي اللي احنا نعرضه اللي هو أحلام الفتاة الطائر فعملنا الآتي حطينا سهرة منوعات شعبية من الكويت والخليج في الفترة اللي يكون فيها الفيلم الأجنبي هناك الساعة والنص هذي من التسع ونص للأهدعش راح يكون لقسم المنوعات نصيب كبير في ملء هذه الساعة والنص الساعة الهدعش لما ينتهي الإرسال في البرنامج الثاني يبتدي عندي في البرنامج الأول الفيلم العربي بالتناوب مع المسرحية العربية يعني الفيلم العربي في هذه الدورة راح يكون له سهرتين يوم الأحد في سهرة متواصلة ويوم الخميس راح يكون الجزء الثاني من السهرة بالتناوب طبعا مع مسرحية السهرة اللي راح تكون محلية أو عربية يوم الجمعة ما في التعديل إلا في يوم فترة الظهيرة راح تنتهي راح يبتدي مسلسل جديد اسمه عائلة هاردي من المسلسلات الجيدة يعني ويوم وفترة الظهيرة يعني راح يكون العصر رصدي الساعة ستة وربع راح يكون بدل لوغان زران اللي هو هروب لوغان راح ينتهي راح يبتدي مسلسل جديد علمي أيضا عن الأطباق الطائرة والسهرة مثل معاهي الأخوة الثلاثة واخترنا لكم أخفوزي بالنسبة للبرنامج الثاني دورتها مستمرة مثل ما هو ولا راح تكون لدوري والله أخد أمينة البرنامج الثاني عفوا أنا نسيت أتكلم عنه هو تكلمنا عن ناحية أحصائية وهذا البرنامج الثاني فيه استمرارية لبعض المواد فيه هو البرنامج الثاني طبعا لا ننسى أن احنا تونم خلصين دورة واحدة منه اللي هي دورة يناير مارس لنهاية مارس لأن الشهر اللي بالبداينا فيه اللي هو ديسمبر يعتبر فترة تجربة لنا احنا ومعرفة ذوق الناس لما شفنا فيه متابعة له استمرنا في نفس الخط اللي هي زيادة المواد العلمية والثغافية والأجنبية في هذا البرنامج أحب أشير إلى بعض التعديلات الطفيفة مثلا يوم الأربعة الناس تعودت تشوف مسلسل عربي قبل الفترة الأخيرة في السحرة اللي هو يكون مسلسل الصمت وبعدين يتبع الأفق لما ينا نغارن بين البرنامجين لقينا أن في الفترة هذه من الساعة ثمانة وربعة أو تسع بالضبط إلى العشر وتكون مادة عربية في البرنامجين وبعدين مادة أجنبية في البرنامجين من العشر اللي يكون هناك فيلم أجنبي وهني مسلسل أجنبي فعملنا مثل ما تقولين تغيير طفيف إن حطينا الأفق من الساعة التسع للعشر نحو هورايزن ويتبع من العشر لنهاية السهرة المسلسل العربي وهو اللي راح يكون جديد طبعا بعد الصمت راح يكون الصياط باسمان مسلسل عربي ناطق باللغة فأصحب في بعض الأمور تغيرت مثلا في مسلسل أجنبي بوليسي راح يكون يوم السبت موعدة قبل مسلسل ابن ماجد راح يكون اسمه ايدي كابرا في من المسلسلات الجديدة اللي بدأت من هذا الأسبوع موليغان ستو اللي هو عائلة موليغان في لوكن كذلك مسلسلات جديدة بعد ما ينتهي مسلسل الناجون اللي هو ينزل يوم الأحد راح ينزل في بلاك سبعة هذا مسلسل علمي باقي الأمور راح تستمر مثل ما هي مثلا يوم الأحد كذلك السهرة في عندنا من الرواعي الغصص ويزي تيل اللي هو قصص ويزي هذا من القصص العالمية والمنوعات راح تستمر في البرنامج الثاني مثل ما هي وبهذا نأتي إلى نهاية هذا العديد من مجلتكم ومجلة التلفزيون شكرا لكم وإلى اللقاء